أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الاستثمار الأمثل لأموال الأوقاف وذلك بما يسهم في تنميتها وتعظيم الاستفادة منها مشيرا إلى أنه من الممكن استثمار أصول هيئة الأوقاف من خلال عقد شركات تسهم في زيادة وتنمية تلك الأصول مؤكدا أن هيئة الأوقاف مؤسسة اقتصادية جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزير الأوقاف أسامة الأزهري والذي أشار إلى أن دور الوزارة هو تقديم الدعم والتحفيز لهذه المؤسسة الاقتصادية ومساعدة مجلس الإدارة على تحصيل أموال الهيئة واستثمارها بما يعود بالنفع لافتا إلى أنه تم حصر عدد من الفرص الاستثمارية الوعدة وذلك للبدء في استثمارها وتحقيق المزيد من العوائد